اشتركوا في القناة احب اسمع رأيكم فيها لانها برضو من القضايا الانسوفت اللي هي غير محلولة وقبل لا ابدأ فيه ناس تقول لي لما انتي ليش كل قضاياك تحبيها ما تكون محلولة انا معاكم انه هو شي مرة مستفز بس انا احب اسمع رأيكم في القضايا هذه وحابة اعرف انه لا سمح الله مثلا القضية دي لو كانت عندنا ايش انتوا ممكن يكون رأيكم في الموضوع قضيتني اليوم تتكلم عن روندا كاستو شوفوا دايما كل بداية قصة نجلس نقول هذا الشخص كان كويس هذا الشخص كان مادري ايش بس ترى فيه قضايا من القضايا اللي انا شفتها برضو بدايتها انه الضحية مثلا ما كان كويس مع احد بس اللي لا تنطوا على طول في الاستنتاجات انه اصبروا برضو ده مو دليل مثلا ان الشخص ده لازم يموت روندا انسانة من الناس والاشخاص او من الضحايا اللي تكلمت عنهم قبل كده محبوبة ومن الناس اللي تحبوا انكم بتكونوا معاهم وبداية كل شخص انا دايما اقولها بداية كويسة معروف عنها الروندا انها مرة ذكية وكمان معروف عنها انها جميلة وكانت كمان موديل روندا كانت موديل يعني يعرفين اللي في الانستجرام تربس اشياء والناس تعرض عندها والكلام ده مرة كانت تحب الموديلينج فعام 2005 امها جوليا كانت اظن بتطالع في الشقق او بتشوف الشقق ومكان للسكن لقد فيه اعلان لواحد من الاشخاص يعني عنده بيت اوكي وعنده غرفتين زيادة ما يبغاها في البيت هذا فزي اللي عرضهم للاجار وده الشي عندنا هنا يعني بيسووه بس بالعادة يسووه للشباب ولكن هادي عيلة اوكي رايحة تغيش مع شخص وحيد الشخص هذا مطلق اوكي وكان ممكن قريب مطلق وراح لهذا المجمع السكني واشترى بيت هناك بس عنده غرفتين زيادة هو مو بحاجتها كان البيت كبير نبدأ سريعة بس فيه في الانجليش احيانا تسمعوا كلمة apartment وفيه كلمة condo الاثنين يجي بمعنى شقة ولكن فيه اشياء كتير مختلفة مثلا عندكم ال apartment بالعادة تكون عمارة سكنية يعني عبارة عن شقق وتأجرها لكن ال condo هي مجمع سكني ولكن الغرف او البيوت تكون اكبر تكون الشقة دي ملك ما تتأجر فادي بس كده يعني نبدأ سريعة الزبدة منها تمام فجات جوليا مع بنتها انه على اساس يعيشوا معا طبعا اللي راحوا يعيشوا هناك هما الام جوليا والبنت راندا واختها الصغيرة اسمها ميلاني الانسان هذا اللي راحوا يعيشوا معا اسمه ستيفن ستيفن كان تقريبا عمره 30 فكان الانسان هادي وغريب شو هي الام هنا شافت انه الانسان ده مرة كويس فجاتوا بالها خطة انه تبغى تعرف بنتها على هذا الشخص انه تبغاهم يعني يعجبوا في بعض فهمتوا كيف فعلى حسب كلام ستيف انه قال انه هو في البداية رفض انه ما يبغاه هو ما شافها لسه ما كانت موجودة راندا فكانوا يمزحوا جوليا الام وهذا الانسان انه يا شيخ ترحت اندم ترى بنتي مرة حلوة مدري ايش هو يقول لا 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 ما محتاج انا لسه مطلق ومرة وقرفان يعني هادي هادي زبدة الكلام اللي كان بينهم لكن بيقول انه فجأة ذك باب غرفته ولما انفك الباب طالع شافه قدامه بيقول اعجب فيها مرة فقلت له هاي ام روندا فقل لها هاي ام ستيفن فهي بتقول له انه حبيت اعرفك عن نفسي عشان يمكن هي جت متأخر من مكان ما اعرفش اللي صار بس هذا اللي قال بالضبط من فم ام روندا انا هاديكم الشي اللي صار بعدين ابدأ كالعادة ارجع من اولو جديد واديكم الاشياء اللي من قالاته كانت زي تحت الطاولة اللي صار فعلا انه روندا وستيفن الاثنين بدأوا يعجبوا في بعض فعلا وبدأوا زي ما يقولوا برا يعني يتواعدوا هموا عايشين في نفس البيت على الرغم من انه روندا عمرها عشرين سنة وهو عمره تلاتين سنة يعني الفرق بينهم عشر سنين بس يعني برضو ما شافوا انه هادي مشكلة كتير برا يعني بالعكس يعني هو ممكن يهتم فيها اكتر وفعلا هو كان جدا مهتم فيها ويعني كان يحبها وكان مغرقها هدايا لكن انا لما اجل اقول لكم انه في مشكلة بين الاعمار تحديدا برا يعني عشان عندهم حرية زايدة سو لما يكون الشخص الاكبر يعني بالذات هو الرجال يكون في عليه يعني منه سيطرة كده مو حلوة يعني هو يشوفها كأنها كده طفلة قدامه هذا رأيه شخصي طبعا مو كل الناس زي بعض العقليات تختلف فبعد ثلاث سنين من المواعدة اخيرا روندا وستيفن قرروا انه هما يعيشوا في بيتهم لحالهم فهم كانوا في ولاية يعني انا اجل استراء اركز في القصة اكتر من الاسامي عشان كده المهم المكان هذا اللي هما فيه معروف عنه الطبيعة فيه رائعة افضل مكان لأي شخص يحب الطبيعة يحب يعني يتمشى كده برا يحب الاشجار الغابات يحب يمارس رياضات مثلا زي التسلق اللي في القارب داش الشي انسيت برضه اش اسمه الشي اللي ما تعرفوا انه روندا وستيفن صار عندهم بيبي بنت وهم لسه ما تزوجوا وما يحتاج ان انا افسر اكتر بصراحة البنت كانت مرة لزيزة وكتكوت كده شي مرة كتكوت يعني انا طالع فيها نفسي اعط خدها البنت ما ذكر ايش اسمها عشان اصلا يعني بعدين كمان هويتها ما هي معروفة يعني حتى ما يتكلموا عنها هيبينوا بس يدها ما يبينوا وجهها يعني احترامها الخصوصية احسن المهم البنت هادي يعني انا سمعت انه اطلق عليها اسم اني فانا ما اعرف هل هي اسمها اني ولا هما اطلقوا عليها الاسم هذا في بعض القصص عشان بس انه يقطوها اسم لما يتكلموا عنها فانا حقول عنها اني روندا بعد ما جبت البيبي هادي صارت يعني يعني متمسكة في الحياة اكتر صارت البيبي هادي عندها كل حاجة ومره متحمس ان هي فعلا تصير ام سو في تاريخ مارش 2009 في هذا اليوم صحيوا روندا وستيفن لقوا انه في ذيك الولاية الشمس الصباح كان مرة يعني تعرفوا حلوة ويعني الاجواء تنفع لرحلة حق التسلق او رحلة كده زي ما نقول احنا هنا ببر بس هم عندهم فين في الطبيعة انا عندي مشكلة في انتقاء الكلمات بالذات بالعربي اللي اني سامع القصة بالانجليزي فاللي اوكي فقالوا ان هم يخلوا البيبي اللي عمره تسع شهور مع ام روندا وراحوا الاثنين عشان يتسلقوا هنا انتو لازم تركزوا كويس هو من البداية مفروض تركزوا معايا بس لازم تركزوا هنا كويس لان لما ارجع اقول القصة من اول وجديد وديكم الاشياء المخفية تكونوا عارفين مين اللي قال القصة هالي اللي انا قلتها ومين اللي قال الاشياء المخفية لما راحوا روندا وستيف راحوا لمكان كده مرة رائعة طبعا نحواريكم در حالة الفيديوهات حقته المكان هذا معروف للمتسلقين معروفين موجودين دائما هناك ولكن المتسلقين المحترفين فقط روندا كمعروف عني ان هي مرة تحب تتسلق فهذا الشي حمسها انه عملت بلان قبلها بيوم انه يلا نتسلق في دا اليوم المكان اللي راحوا له اسمه ايغل كريك اللي صار انه هناك بدأت شوية تمطر والجو كان بارد نوعا ما تمام والمنطقة جدا مرتفعة ام روندا قاعدت تدوك 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 الينا الساعة الستة تمانية البنت اتأخرت والوقت ليل وهذا الوقت مو معقول ان هما بيعملوا هايكينج ومستحيلة دنيا ليل فاستغربت الام انه البنت ما دقت تشوف بنتها فين كيف حالها طبعا تجايين وفي نفس الوقت روندا ما بترد على التليفون فبدأت تقلق الام بس ما هيعفة توصل للبنت كيف ففين راحت وصلوا لي الإيغل كريك صفوا ونزلوا لكن وهي بتمطر قامت اخذت روندا زي بلانكت او غطا تغطي في راسها ومع الهوى البارد ومع المطر بدأت ان هي تجري وقالت ام سوبر وومن وهي ماشي مبسوطة وهو قاعد يناديها انه اصبر الى تجري لحسن تتزح لقي لانه المنطقة اللي هي فيها فيها منحدر ومنحدر يا جماعة ابو امه كيف طويل لفت علي قالت له اتماع ترى انا متعودة دائما ااجي هنا ومعايا قوارير او قرورة اصير تفاح اوكي مع ايغوانا وليش اللي هو الحشيش فبتقول له لا تخاف علي انا عارفة فين امشي يعني سو خلاها تمشي لكن واضح انه روندا خلطانا لانه هي لما اللفت وشتبت تكمل اتزح لقت وطاحت لاخر المنحدر منحدر اظن تقدروا تشوفوا المنحدر قد ايش طويل من الفجعة الرجال ما هو عارف اش يسوي قام حاول انه هو يتسلق الين عندها تحت اخذ منه الموضوع ساعة كاملة الين ما نزل عندها وحاول يسوي لها سي بي آر حاول انه هو يشوف هي فين بعدين عشان طبعا ما في اي ما في اي استجابة فقرر انه هو طبعا نتصل في 9 و 1 بس المنطقة اللي هو فيها الارسال فيها جدا جدا سيء قام حاول يطلع يتسلق تاني واخذ منه كمان الموضوع ساعة وراح الين ما قدر انه هو يوصل لمنطقة السيارة جات السيجنل واتصل فعلا في 9 و 1 وبعد ما اتصل في 9 و 1 تقريبا انا معرف هو 100 عمل الاتصال في الساعة كام صراحة ما شفته ذكر بس لو حشيك تاني حكتب لكم الوقت اللي عمل فيه 9 و 1 متا بعدين جات الشرطة على تقريبا الساعة 6 ونص المغرب ونزلت الشرطة وفعلا شافت فين موجودة روندا واخدتها طبعا الجثة حقتها متكسرة تماما كمان هو يعني كان عنده زي انخفاط درجة الحرارة لانه كان مطر وكان فيه زي نهر قريب من المنطقة اللي طاحت فيها وكمان كان الجو بارد وقرب يجي الليل فبدأ يجيه انخفاط درجة الحرارة اللي تحسوا انه هو بدأ يصير وي كده فهو راح للمستشفى وهم اخدوا جثتها وراحوا لامها بعد الحادثة هذه الدنيا ولعت الناس كلها اصابع الاتهام على الشخص اللي كانت معه ستيفن طبعا انتو هتقولولي اوه لما اكيد لانه هو الوحيد اللي كان معاها شوفوا احنا ما نبغى نحكم على الرجال لانه فعلا ترا هي ممكن تكونت زهلقت لانه الدنيا فيها مطر وهي قالت انه هي كانت تتعاطى وتروح هناك فما نعرف ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون كلامه غلط طبعا انتو عارفين انا ما حسوي فيديو عشان اقول لكم والله يا واحد زهلقت وماتت وانتهى الموضوع فهذا الشي ما هيشدني لو الفيديو قفل له هنا تعالوا نعيد من اول وجديد للقصة نحط شوية المايكروسكوب على الموضوع نشوف ايش الاشياء اللي انا ما قلتها ستيفن روندا هو اعجب فيها بس هي يعني امه بصراحة قالت هي ترى اصلا كانت معجبة في الفلوس اللي معاها هو ما كان غني بس انه يعني انه هو بيدليعها وبيجيب لها ومدري ايش فهذا الشي اكتر شي حالي اللي كان عجبها فيه ولكن نوعا ما روندا كانت بدأت تشتكي انه هو اسلوبه كان سيء شوية معاها اللي انه ما صار اسلوبه مرة سيء معاها مو ضرب يعني وما يئذيها ولكن نفسيا وعقليا الرجال فيه شي غلط ولو تشوفو كمية الاشياء اللي انه هقولها دحين اقسم بالله مو بس فيه شي غلط يعني هتصيروا تقولوا هل احنا اللي فينا شي غلط ولا هو اللي فيه شي غلط ولا هو عادي كده انه فيه ناس عندها انواع مختلفة من الحزن ونفسيا مختلفة هذا الشي انا على الواقع الحقيقي شفته في الناس سو انا ما حاجي اقول هذا الانسان هو المتهم والله بس عشان طريقته ولا اسلوبه او هدوءه لا هذا ابدا مدليل عشان كده ابغاكم تسمعوا كويس معايا الاشياء اللي هقولها انا نفسي مني عارفة اصدق مين طبعا اللي انا قلتو هذا كله لاخرى القصة الكلام اللي قاله ستيفن الهرجة كيف انه روندا اساسا كانت مشتكية لامها قبل ما هم يروحوا لهذه الرحلة تقريبا بكم شهر او كمان كم اسبوع من كم شهر روندا بدأت تشتكي من ستيفن انه هو انسان عدواني نوعا ما نفسيا وعقليا ومرة واحدة على ما اظن بس اللي يعني اذاها جسديا بانه طياحها من فوق الدرج وانها صورت صورة بجوالها لظهرها كيف في خط احمر اثر الطيحة هادي وانها هي اصلا ما تبغى بس انه عشان البنوتة جات فسكتت بعد الثلاثة سنين هادي اللي هي بعد ما جابت النونو وبدأوا هم يروحوا يعني يسووا التسلق وما التسلق كان عمر روندا 23 سنة وهو 33 سنة يعني بينهم عشر سنين بالضبط روندا قبل ما يروحوا للرحلة حقت التسلق بيوم طبعا قالت لامها واخواتها واثنين من البيست فريند حقينا اللي دائما معاها كانوا قاعدين كده قاعدة فروندا كان على بالها انه هو حيوديها هناك عشان يتقدم لها يعني يجلس كده على ركبة ويقول لها وجو ما امي مدري ايش فهي بتقول شكله حيتقدم لي هناك للمنطقة ساحرة ستيفن فعليا قال انه فعلا هو كان ميته ان هو يتقدم لها وانها اختارت خاتم كانت حتموت عليه بـ 30 ألف دولار بس هو قال لها جيبي الشي في حدود الـ 15 ألف دولار ايش من خاتم ده؟ ايوى ما ندري اذا هو اشتراه ولا لا فقالت انه احنا راحين هناك ما اعرف ايش فيه في مخه يمكن يبغى يتقدم لي او يقتلني كده قالتها طبعا هما يعني حسبوها تمزح وهي قاعدة تمزح وقاعدة يضحكوا فما تحسوا ده الشي غريب شوية ستيفن بيقول وهم في الطريق راحين للمنطقة اللي قلت لكم عليه حكية التسلق اللي اسمها Eagle Greek سألته سؤال في الطريق قالت له لو صار لي اي شي هتاخد بالك من بنتنا؟ قم قلها ليش تقولي كلام هذا؟ ايش لزمة السؤال ده؟ فبيقول انه هي فعلا مؤخرا صار عندها نوع من انواع الاكتئاب انه والله هي وزنها شوية ذات وهي ترجع تاني للموذلينج من بعد الحمل فعشان كده هي قررت ان هي تروح الرحلة حقت الهايكينج كنوع من الرياضة وانها تسترجع الرشاقة حقتها حقت اول اوكي وبيقول وهم في الطريق هداكا الضيق اللي هي طاحت منه قبل ما اطحب شوية سألته نفس السؤال المرة التانية وقلت له هتاخد بالك من بنتي ولا لا؟ سو هنا الموضوع شوية باين انتحاري نوعا ما الشي اللي هيقوله ده حين هيخليكم تشكوا بدين تتأكدوا بدين ترجعوا تشكوا تاني بدين ترجعوا مدريش تساووا فاركزوا معايا كويس في اللي هيقوله الشرطة ما هي واثقة في كلام ستيفن ليش؟ ستيفن قال للشرطة انه هي طاحت على طول جنب النهر بس جثتها ما كانت جنب النهر كانت خمسين قدم بعيد من النهر سو هل هو نقالها هناك؟ وعلى فكرة ترى هذه الاشياء كلها ما اكتشفوها هدا هو قالها يعني هو قال كل شي فدا الشي اللي مخلي الناس مستغربة من كتر ما انه كان مبلول عشان كان فيه مطر وكمان كانت الدنيا برد وعبال اللي ينزل لها تحت صار عنده نوع انواع التعب والارهاق وانخفاض وضررت حرارة جسمه فلما يعرف انه هي ميتة من التعب قام قرر يحط راسه على صدرها انه يعني زي اللي ايه بيريح انه مرة حاسس انه هو ويك ممكن يكون كلامه صح لانه كيف حيطلع تاني فوق وهو بالارهاق ده بس هو قال انه هو حط راسه وغفى ونام ما اعرف لمدة كم بعدين صحي بعدين طلع بعدين كلام نايمون ون شوفوا خلوا الاستنتاج لبعدين خليني اكمل لما داد الشرطة بتعرف ايش اللي صار في جسمها بالضبط روندا كانت في وضعية غريبة كانت من اثار الطيحة يعني زي اللي طيح على بطنها على راسها كده عارفين وجسمها طبعا متكسر تمام؟ بس كده في بوزيشن ما يسمح لاحد انه يسوي سي بي ار فانت كيف سويت الا سي بي ار او حتى نمت على صدرها وهي بالمنظر ده يعني لا تقنان ان انت والله لما هذا قمت قلبتها سلمت غير كده بيقولوا المنطقة اللي حوالانها يعني هي اريدي كانت مبلولة وما كان في اي اثار رجول او اثار انه في احد مشي حوالانها يعني زي ما هي محطوطة كده كيف كده ايش؟ غير كده اباكم تطالعوا معايا في المكان اللي طاحت منه تاني فاكرين لما قالي انه هي قاعدة تجري وتقول اعمل سوبر وومن هو قصده كانت بتجري في ديك المنطقة كيف تجري في ديك المنطقة؟ كيف تجري في دي المنطقة؟ يعني المنطقة من قدر ما هي تخوف حطين زي الحبل عشان تمشي وانت ماسك فهي كيف كانت بتجري هناك؟ ما تدخل العاقل ياهو فهو كان بيقول انه هي ممكن كانت السوبر هاي يعني كان مرة مزاجها عالي تعرفوا اللي لسه اخدالها كده شفطة ومزاجها عالي مساجها قالك فقالوا خلينا نشوف جسمها بتحليل حق جسمها يمكن نطلع فيها بصراحة لاقوا في جسمها يعني نسبة كحول بسيطة ولاقوا نسبة من نوع من انواع المخدرات بس مو المخدر اللي مرة يخليها تجري الجريان ده كله وشافوا كمان في السيستم حق جسمها برضو انه في عندها نوع انواع الادوية برضو من نسبة بسيطة بس الادوية هادي كان اتوقع شي حق اضطراب او حق يعني شي هو حق يعني نفسي بس ما اخود من الدكتور والشي اللي هي بتاخده او الشي اللي كان عندها ما كان ابدا انتحاري ابدا ففي كل الحالات هي كيف هتشرب او واتفر وتيمشي في داك المكان سؤال انت كيف هتخليها اصلا اكيد طبعا انك ما خليتها اكيد انك صرخت وقلت لها وقفي لها سنتطيحي صح؟ المشكلة انه اعترف وقال انا ما قلت لها وقفي انا قلت لها بس وقفي مرة واحدة وهي قالت لي ان انا متعودة فسبتها طب قلت لك انا متعودة ما عندك قلب تخاف الديني بتمطر المكان المكان ضيق ولا انت قلت خلاص خليها مع نفسها غير كده البنت هادي ما عمرة في حياتها تتعاطط اي حاجة يعني بس الدواء اللي كان بتاخده من الدكتور وكمان قالوا النسبة اللي كانت في جسمها من الاشياء التانية كان ممكن تكون متاخدة قبلها بيوم ستيفن للأسف كان بيتكلم عنها بطريقة جدا سيئة يعني كان يقول ان هي هي كانت مجربة كل انواع المخدرات كانت شاربة كل انواع اللي بالي بالي بالكم كل شيء جربته كده قالها بصراحة العبارة تعرفوا الامة قاعدة تطالع كده اللي انتش بتقول مستحيل اصلا تعرفوا لو فيه بني آدم بالمنطقة ده كان شفته في السيستم حاك جسمه مليان فانت لأي اساس بتقول كده فهو لما احد يسأله بيرد هي قالتلي شو هدو الأعصاب اللي فيك ده عموهم خلينا نكمل ان انا خرجت شوية عن صلب الموضوع والشرطة قاعدة بتفتش انو مثلا بتشوف تحت كيف مسلح الجريم ومدري ايش وتبه تعرف كيف هو قلني هي هناك وفجأة لقناه هنا كيف طيحة دي صارت الاخ كان زعلان انو انتو ليش ما تاخدوا حالتي انا بجدية انا بعانف الخفضر الحرارة وكنت حموت ليه ما عالشتوني اوكي يعني ما يحتاج الرد صح مر ما يحتاج المهم لما راح هو المستشفى وفي نفس اليوم راحت الشرطة عشان تقول لأمها بعدين قاعدت الشرطة شوية عشان تسأل يعني بتاخد معلومات فجأة ستيفن جاء لبيت أمها المفروض انه هو في المستشفى بعد ما سوه الليلة هو في المستشفى ستيفن ما جاء عشان يقول له هو الله طاحت ولا شي لا جاء عشان ياخد البنت لما اندخل البيت عشان ياخد البنت حس انه ابدا مو مرحب فيه في البيت نهائي وحس انه فيه كهربة في الموضوع فبدأ يضايق وبدأ يعصب وقال انه انا مالي صراح انا مالي زم طريق طاحت اكسيدن ترى لما الشرطة شافت كده طريقته في الكلام وبروده الزايد قالت الشرطة شوف بنتك هتفضل اليوم مع جدتها عشان انت لازم تيجي معانا الشرطة لازم ناخد اقاويلك معلش ايش سبب انه انتوا هناك؟ قال والله هي تحب الهايكينج تحب التسلق عشان كده روحنا هناك وهي تبع زي ما قلت لكم تقلل من وزنها ونفس الكلام اللي قلت اول امها بتقول انه بنتي من يوم يومها ما عمرها تسلقت في حياتها من اي مكان جبت انه هي تحب تتسلق من فين؟ قال انا كنت حاء اتقدم لها هناك قالت له الشرطة طيب فين الخاتم قام قاعد يقول شكله طاح هناك يا اخي شوف انه ممكن يكون كلامك صح بس انا عافة انه هو غلط بس ما في شيء يثبت بتعرف وش المخلي القضية دي صعبة انه من جد من جد المكان يعني معرض للحوادث هادي فانتوا متكونوا عارفين هل من جد كلامه صح ولا كلامه غلط ممكن هو شخصيته كده عشان كده الموضوع مره معقد ايش فيه كمان عندنا ادلة بالنسبة لجسم روندا لاقوا انه واحدة من رجلين روندا طبعا فيه واحدة منتفخة جدا كيف كانت مكسورة واحدة يعني فيها كسور واشياء مره من كويسة يقال انه هادي اثار زحلقة فعلا من المكان اللي فوق وانه فعلا هي طاحت ورجلها طاحت اول بعدين شكلها بد زي كده وطاحت تحت السؤال الواضح انه فعلا هي شكلها تزحلقت بس برضو هاد الشي ما ينفع ان هم يثبتوا يبوا يعرفوا كيف جثتها طاحت في دي المنطقة قبل كل شي ابا سمعكم الاتصال حق 9-1-1 اللي سواها زي ما قالت بعد ما صحي من النوم اللي كان فيها 9-1-1 أين كانت تأخذتك؟ مرحبا اريد ايغل كريك مرحبا 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 ايغل كريك نعم مرحبا 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 أكثر ترجمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشترك ترجمة نانسي قنقر احساب ترجمة نانسي قنقر لا أدري مشكلة من المموري أو مشكلة من فان لكن نجلس يصور يصور بعدين أكتشف أن نصف المقاطع التي تصورت لم يعملت موجودة ولكن لا تشتغل لذلك سأعيد فقط الجزئية التي لم تتخزنت و... أسف في الجزئية التي لم تتصورت سألتكم سؤال ممكن أن يكون الدافع الذي يجعل ستيفن أنه يكتر راندا ماذا لديها هذا الشيء لتستاهل أنه تموت فعليا أنت لا لديها شيء هو الذي لديه وليس هي طيب البنت ما عليش برضو مو سبب يخليه أنه هو يكتلها عشان ياخد البنت هل يقدر ياخد البنت؟ سليب تالي بدون قتل يعني ما حيعرض نفسه لسجن وما سجن عشان خاطئ والله ياخد بس البنت صح؟ بعد عشرة أيام من موت روندا طلع الدافع اللي ممكن يكون السبب في موت روندا والدافع هذا بيني وبينكم قد شفته في قضايا كثير وقد شفته كمان فقنا موجود عندهم اكتشفوا أنه روندا عندها بالعربي التأمين على الحياة هذا لحاله دافع بس لحظة البنت عمره 23 سنة 23 سنة وتأمن على حياتها اوكي فيه منكم الناس ممكن تقول لا عادي ما علي الشيء مو عادي البنت صغيرة على أنها تأمن على حياتها يعني حسي اللي أمن على حياتهم لأنهم كبار مرة لأنه فيه أنا يعني معرف صراحة السيستم حق تأمين الحياة ده كيف يمشي بس ما قفت من عنقلي بس ذكر في القصة وصراحة حتى أنا استغربت لما سمعتها قبل لا يفسروا أي شيء لما سألوا ستيفن إنه إيش هرت التأمين على الحياة قال والله هي اللي طلبت إنه يتأمن على حياتها عشان لو صر لها شيء بنتها يكون لها شيء أنا ألاحظ إنه كل كلام هي 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 عشان بنتها عشان بنتها مو هي بنتك كمان؟ سألوا لما سمعت العيلة حق تروند الموضوع هذا مرة عصب وقالوا إيش بتعاني منه عشان تتأمن على حياتها إنتوا سيبكم من موضوع تأمين الحياة إنتوا شوفوا المبلغ اللي نحط لتأمين الحياة مليون دولار مليون دولار مليون دولار بتمشي كده يعني هذي لحالها دافع قوي أنا قاعدة أشوف مليون دولار قاعدة يمشي أوف أتخلص منها أخذ المليون مين ده اللي يأمل على حياته بمليون دولار؟ مين ده اللي أنا أسمح له إنه هو يستمتع بالفلوس دي من بعد؟ مين ده اللي أنا أخلي إنه موتي له يكون تارجت مرة كبير؟ سنة مات الموضوع مرة ما يدخل العقل أبداً القصة كلها ما تدخل العقل ترى هو نسأل على هذا كله مين اللي حط المليون؟ أنا دخلت كده ما يقول مثلاً أنا شي طبيعي إنه أنا مدري إيش هسوي فهو عشان كده فإنتوا حتى لو ممصدقين ما تعرفوا اللي كده؟ طيب مين اللي حطوا؟ شخصية اللي بني قادم هذا مرة غريبة ما أرفوا هو كده واللي يتعمد يكون كده ما أدلي فهنا بدأ يرجع يكون مشتبه به مرة قوي طبعاً في أحداث كتير مرت بالنسبة للمحاكم والمحاكم وبرضو عشان ما أفتي أنا مو مرة في الموضوع القانوني بالذات في الإنجليش أو في القانون العموماً ما أحس إن هي مرة مهمة في القصة بس إني أبقى أقولها أكتشفت العيلة حق تروندا سر كان مدفون في العيلة هذه له فترة وفجأة انفجر والسر هذا إنه أخت تروندا الصغيرة اللي اسمها ميلاني لما كان عمرها 14 13 سنة أيام ما كان هم عايشين معه في البداية تم التحرش بها من قبل ستيفن وهو ما أنكر ده الشي لما جو سألوا والشي ده صار بيقولوا احتمال كبير تكون روندا عارفة أو شاكده هما نقلوا من البيت اللي كانوا فيه فأنسجن لمدة 14 شهر تقريباً بس لهذا الشي ولكن في تهمة إنه هو قتل روندا ما ذكر إنه هو له علاقة أبداً بعد كده قرر إنه هو يعني بعد ما طلع من السجن وكده قرر إنه هو يبدأ حياة جديدة من الصفر سو أخذ بنته وراحوا لتشاينا الصين أخذ الصلاحية الكاملة إنه هو اللي يقوم بحضانة البنت فلما أخذها وسافر منعها تماماً إنه هي تشوف عيلتها ما خلا إنه يكون في أي تواصل بينهم منع إنه هما يوصلوا لها ولا يشوفوها ولا يكلموا ولا أي شيء كأنه ما لها أهل أم أبداً قد راح تشاينا قبل كده قد راح الصين زمان فهو يعني عجبته الصين شكده راح تاني ويبدأ حياة جديدة واللي سوا هناك إنه هو صار مدرس إنجليش لواحد من البزنسمان الصينيين وقال إنه بنته كمان يعني درست البالي درست البيانو وبدأت حياة جديدة هناك البنت لما رحت هنا كان عمره يمكن سنتين أو حاجة زي كده فكبرت هناك أتعرف هو على وحدة صينية وأعجب فيها وخطبها بس قال وحسب ما فهمت أنا من فهمه بالضبط كيف السيستم ده هل هو ده معروف هناك في الصين ولا لا بس قال إنه هما لازم يروحوا أمريكا أول يسووا هناك موضع الزواج بعدين يرجعوا الصين يسووها كمان مرة أو يسووه في الصين بعدين يسووه في أمريكا بس المهم لازم يسووا نفس الشيء في البلدتين عشان يكون زواجهم رسمي فأنا يعني هادي طاحت مني شوي يعني ما فهمتها بس يعني هادي الزبدة من الموضوع بس هما مو متزوجين هما بس مخطوبين لما راحوا أمريكا ترى أخد خطيوته الجديدة من نفس المكان اللي طاحت منه روندا المكان شوفوا نوعا ما ترى مرة حلو مرة جميل ناس كتير تروح مو بس هما لكن البوينت هل البن دي عارفة المكان اللي هي فيه ده إش صار فيه أصلا أنا لما سمعت البارد ده قلت بس طيحة هي كمان في الآونة هادي ما شاء الله هو بيبدأ حياة جديدة في الصين ما يعرف إنه في أمريكا قاعدة القضية حقته لسه شاغالة من قفلت ولكن في وضع السكون لسه فقررت أم روندا إن هي تسوي شيء يعني لازم لازم تكون عارفة إيش السبب اللي صار إنه بدأت جوليا أم روندا تحفر في الماضي حق الإنسان هذا طيبة تعرف ماضي إيش هو أكا متزوج قبل كده قلت لكم إنه هو مطلق أكتشفت جوليا حاجة مرة تعتبر قنبلة للناس البني آدم هذا طلع إنه هو لما كان متزوج أول زوجته كانت معاملة عنه بلاغات إنه هو كذا مرة كان حاول يكتلها بالخنق ومرة من المرات كان حاول إنه هو يطيحها من بلكونة بيتهم اللي في الدور الثامن أوكي طبعا هو أنكر الشي هذا ولكن كان فيه شاهد مرة قوي الناني الدادة اللي كانت في البيت شافت الشيدة بنفسها وما زال بينكر إنه لأ إحنا كنا وقفين بس عادي في البلكونة وكنا من الضارب وهي حسبتني إنه أنا كنت هطيح زوجتي هذا الكلام اللي هو قاله في البلاغ واللي قاله بعدين كمان لما انتسأل شوفوا فهادي أنا ما عارف يعني أنا عارف فيه ناس مثلا بتسوي أغلاط في حياتها بس إنه بعد كده خلاص إنه تتعدل وتبطل فإنه برضو مو كل شي ناخد ماضي الناس فيه جات محامية جديدة وبدأت تحفر أشياء بزيادة وتلاقي أشياء بزيادة اللي ما قدرت جولي إن هي تلاقيها وصار لازم إنه هم يسووا اختبار عشان يثبتوا هل روند طاحت حادث أو بالعمل فجابوا تقريبا دميتين أو ثلاثة دماء لابسين نفس اللبس اللي كانت لابساء روندا بنفس الوزن وبنفس الطول وحاولوا إنه هم يطيحوا الدميتين من نفس المكان اللي طاحت منه روندا والتجربتين كان هدفها يبوا يعرفوا المكان اللي روندا طاحت فيه كيف وصلت له روندا لقوها يعني زي فوق صخرة ومتنية تيارفوا اللي كده يعني شفتوا كيف لما ديجوا تناموا على الجنب كيف تتنوا نفسكم هي جات متنية زي كده بطريقة بصراحة يعني أنا ما شفت بالضبط كيف كان شكلها يعني ما شفت جسمها كان مغبش لكن في التصوير التمثيلي للموضوع كانت متنية فوق الصخرة دي الدميتين لما طاحوا من فوق ما طاحوا أبدا أبدا لا على الصخرة ولا حول الصخرة قبل الصخرة بشوية المكان اللي لقوا فيه روندا هنا فوق الصخرة دي طبعا هادي عاملينها أول شيء ميموريال انه تعرفوا الميموريال اللي هو زي الذكرى وفي نفس الوقت شان كان وقتها الاختبار لازم يعرفوا هي فين كانت طائحة فالدمية داي يعني كل مرة كانت تطيح في مكان بعيد عن الصخرة الصخرة دي عشان توصل لها روندا لازم تندف فجربوا يزحلقوا الدمية وجربوا يدفوا الدمية في الحالتين هي ما جت بالضبط فوق الصخرة جت جنب الصخرة لكن برضو هذا ما أثبت ولا شيء لأنه كان فيه أشجار كان فيه حاجات فما تعرفوا كيف هي أصلا لفت كيف طاحت فهذا ما أثبت ولا شيء يدل على أنه هو المسبب قدروا يثبتوا شيء أنه البنت هذه ما حتوصل لديك النقطة إلا لو اندفت غير كده مستحيل سيبغوا يجيبوه عشان كمان يسألوا أسئلة تانية بس إش المشكلة هو في الصين فلازم نسوي خطة عشان يرجع تاني لأمريكا قلوا مدقوا عليه في الصين وقالوا له أوه بنتك الفيزة حقتها حقت السفر من تهية أو فيها مشكلة لازم ترجع تاني عشان تتجدد وأكل الطعم ورجع لأمريكا وفي المطار حق لوس أنجلوس مسكوا قالوا له شنطتك فيها شيء تعالى أجلس معنا شوية في المكتب حق الشرطة المدريشة اللي في المطار أخذوا بنته فصلوها عنه هنا بدأ هو حس أنه فيه شيء غلط فاللي صار بعدين أنه البنت راحت لأهل أمها وهو انقبض عليه وراح للمحكمة وقالوا للمحامي حقه كل الأشياء اللي سووها في غيابه الاختبارات اللي سووها وموضوع التحرش وكل دا قالوا لهيا المحامي قال أنه موضوع الاختبارات أنا ما حاخد فيه لأنه هذه في النهاية دوميا ما هي جسم حي فبرضو اختبارها ما ممكن يكون مليون في المية صح هي طاحت من مكان فوق يعني ممكن تكونها تزحلقت ممكن تكون تتعنقلت ممكن تكون فيه سرعة في الطيحان فيه أشياء كتير احتماليات صارت فهذا ما يثبت شيء أنه هو المسبب لكن بالنسبة لموضوع التحرش فهو فلع ترف بموضوع التحرش بس صار هنا الشيء غريب في المحكمة وبرضو هذا الشيء أنا ما فهمته مليون في المية قلت لكم الأشياء القانونية ما فهمه كتير هو ما نحكم عليه أنه هو القاتل هو أنحكم عليه أو هو قبل أنه ينحكم عليه أنه المسبب في موتها مو قتلها كيف؟ يعني لما جاء سأله أنه أنت كيف رضيت أنك أنت تاخد شيء زي كده وانت بتقول أنك أنت ما قتلتها ولا لك علاقة قال أنا عشان سبتها تجري في دا المكان وما قلت لها وقفي ما نزلت ساعدتها بسرعة فأنا أعتبر المسبب لموتها فعشان كده هو قبل أنه هو ياخد هذا الحكم أنه يكون مسبب في قتلها مو قاتل شايفين اللفة كيف؟ نكون صرحين مع بعض المكان داكا فعلاً أتسجلت فيه حالات ناس يعني أتزحلقات بس أنه مقدرت أن هي تتشبت في الصخور من الناس المتسلقين المحترفين المكان فعلاً فعلاً مرة خطر إذا أنت ما تعرف كيف تتسلق أو تمشي في الأماكن دي لا تروح هو كمان كان فيه مطر في داك الوقت فالأرض يعني تزحلق فالحوادث نسبة مرة عالية أن هي ممكن تصير لكن برضو هو يعتبر مسبب لأنه بيقول أن هي كانت بتجري هو ما وقفها وبس كلمها مرة واحدة بس ويعني حس أنه هو السبب أن هي طاحت مو هو اللي طيحها فهمتوا إش هو اللي وافق عليه؟ كيف تزحلقت هي؟ يعني أنت عارف إنه هي حتتزحلك فسبتها عشان الموضوع يطلع قضاء وقدر أنت مالك صلاح هو أخذها زي كده هذا أغرب إنسان شفناه في الحياة يعني تارفوا اللي ما يبغى ياخد حكم مرة قوي وما أدري كيف بيشي الموضوع بس يقال إنه المحامي حقه كم مرة قوي ويقال إنه هو وافق على الشي ده لأنه خلاص طفش وما يبغاهم إنه هم ياخدوا بنته منه بس للأسف ترى هي اتخذت منه خلاص يعني أتشال اسمها من تحت الحضانة حقته والبنت صرت أعيشها لحالة في مكان أتحفظوا عنهم عن الاسم عشان الخصوصية يعني أما مبلغ التأمين حق الأم اللي هو الـ 1 مليون دولار أنحط في حساب باسم البنت لما يصير عمر 18 سنة تقدر هي تستخدمه والأب ما له أي شيء ولا له علاقة في البنت ولكن في شيء سواه مرة مقرف بعد موت روندا بثلاثة أيام راح لميلوني أخت روندا اللي تحرش فيها أول قال لها بنتي الصغيرة ما يفاكر أمها ما تعرف أمها أنت تشبهي أمها أتقرب منها حبة حبة اللي ما تيجي تعيشي معاي ونعيش إحنا الثلاثة مع بعض وتحسب أني أنت أمها الإنسان هذا الليفل التاني من السايكوباث فعلا طبعا هو برضو أنكر هذا الموضوع فشوفوا القضية مرة مستفزة بصراحة مرة مرة مستفزة جدا كمان أصلا يا جماعة شوفوا طريقته هو يتكلم المزيعة بتسأله بتقوله هل أنت شايف أنه طريقتك وانت بتتكلم بالبرود ده ولا في أي إموشن هذا الشيء سيساعدك قال أنا إنسان لا أعرف أبين حزن ولا أعرف أبين فرح كثير حطوني في مشاكل بسبب الموضوع هذا أنا ما عصبني إلا في الطريقة اللي يرد فيها في الأسئلة أبدا ما يرد بوضوح لا يقول إيوه ولا يقول لا هو يمدي يقول لا ويمدي يقول إيوه بس يقول لها كده في موزيع تاني سأل سؤال قل له أنت إيش شفت يا سيفين حكيني إيش اللي شفته كيف طاحت قل لنا إيش شفت هذا السؤال الوحيد اللي ما يجاوب عليه بوضوح ليش؟ ما أعرف تقدر تقول والله كانت بتجري أتزحلقة تصرخة تلقيتها كده يعني أوصف إيش الشي اللي صار تعرفوا كيف اللي معارف يقول الكذبة بيقول كيف ملاحظة زي كده منت فاكرها في داك المكان اللي هي طاحت فيه من بداية يعني فوق في الطريق فيه آثار زي الرجول وهي يعني بتتزحلك فواضح أنه هنا فعلا فيه أحد تزحلك بس هي المشكلة أنه كيف تزحلك طبعا هو بيقول أنا حتى من يفاكر كيف نزلت لها تحت كيف رحت لها أنا كل اللي فاكر أني شفت جثتها نايمة وبعض من عظام رجلة باينة لأنه معارف كيف طاحت بس رجلة كتمر متدمرة شافها وعرف أنها ميتة قام حاول صحيها ما صحيت بعدين ما يتذكر هو كيف طلع تاني من فوق يا جماعة كل شيء هو بيقول المدخر المزاجي من النهاية الشيء الثاني هو قاله نزل تحت ودها الـ CPR اللي هو التنفس الاصطناعي البنت حوالينها المكان اللي حوالينها ناتج المطر وأنه الأرض كانت شوية فيها طين ما كان فيه أي آثار أنه كان فيه أحد جنبها ولا آثار أنه البنت دي كانت في مكان وتحطت في مكان البنت زي ما طاحت وفضلت محطوطة تحت فأنت كيف جيت جنبها كيف نمت كيف عطيتها CPR وهي كانت بالوضعية هادي لا تقنعني أنه قلبتها وعملت لها CPR ونمت وخلصت بعدين رجعتها زي ما كانت تاني إيش فيه أصلاً كيف يجيك نوم فوق شخص ميت يا أخي بدين هو إيش بيقول بيقول أنه هي لما طاحت طاحت يعني جنب النهر شكدة مبلولة طبع ما كان فيه مطرة النهر اللي هو بيقول عليها جماعة بعيد البنت كانت قبلة النهر بكتير ليش قلت أن هي كانت جنب النهر وان رجعتها عمل إضافات ما لها داعي أضاف كلام ما له داعي يعني هو لو ما قالوا يكون أحسن ما أضف ولا شي في التقرير ما في إلا أنه كده جعلك الدنيا بزيادة تبوا رأيي الواضح أنه منزل لها أبدا كان عارف أن هي حطيح وسابها حطيح أو ممكن هي كانت حطيح وكانت بتستنجد فيه وكان سابها ما يبدئ أن نسألها إذا كان هو الدافع أنه يقتلها عشان المليون دولار في النهاية المليون دولار ما استفد منها شي وكمان لا تنسوا بداية الموضوع كيف لما مزحت وقالت أنه هو يحد قدم لي يحد يقتلني الموضوع بدأ بمزحة وانتهى بجد عشان كده هذه القصة من القصص اللي أنا من جد أتمنى أشوف رأيكم تحت القصة الماضية حقية مونيك تقريبا كلنا كلنا كان واحد للرأي حقنا بس القصة دي أنا عافة أن كل شخص هيعطيني إيش هو بيفكر فيه وأنا يعني أنا متأكدة بنسبة 95% إيش الرأي اللي حيجيني وزي ما قلت لكم أي كومنت يخص القصة فقط هحط عليه قلب أنه أنا قرأته وعجبني أعتذر عن إطالة أعتذر عن الهبل اللي صاف في بداية الفيديو أن أنا فوق مكان ودلحين في مكان في عندي مشاكل كتير لازم تتحل وهذا اللي كان عندي اليوم and see you later bye bye اشتركوا في القناة